طبعا بنحمد ربنا حمدا كثيرا على نجاح رجال قوات الشرطة المصرية وجهزة المعلومات فيها متمثلة في جهاز مباحث أمن الدولة وقطاع الأمن العام بتجميع المعلومات ودقتها وتركزها لأنه من المعلوم أن الجماعات التكفيرية دي من أدبيات تأمنها أنها لا تتجمع كلها في مكان واحد إلا قبل ضلعها بارتكاب العمل المستهدف بسوايعات قليلة وكون رجالتنا يوصلوا لهم بالمعلومات ودقتها في هذه الساعات السوايعات القليلة قبل ضلعهم بارتكاب حادث كبير بهذه الكمية من الأسلحة والمتفجرات 13 من دعية آلية وعدد كبير جدا من الخزن مملوء بالطلقات 67 في 39 زائد الثلاثة عبوات ناسفة شديدة الانفجار وحزمين ناسفين دول كانوا يعتزم القيام بأعمال عدائية ضد قواتنا سواء من الشرطة أو من القوات المسلحة أو من المواطنين اليوم تحديدا لأن النهاردة هو ذكرى السبعة واربعين لذكرى حرب العاشر من رمضان وإحنا اعتادت قواتنا هناك أن هذه الجماعات التكفيرية تقوم بأعمال عدائية ضدنا في جميع المناسبات الدينية وجميع المناسبات القومية التي نتشرف بها حتى يحيلوا احتفالنا إلى مأتم ولكن بفضل الله وعوني وتوفيق رجال قوات الشرطة أكل الوصول إليهم قبل ضدناهم بارتكابهم من هذه الحادث بالفعل أشرت من خلال قراءتك إلى أن هذه العملية ربما تأتي كإجهاض لعملية تزم الإرهابيون القيام بها إذن تتوقع أن يكون هناك على المدى المنظور عمليات في نطاق تفكير هذه العمليات هذه القوات الإرهابية أو تجمعات الإرهابية بالتأكيد طبعا أتوقع سلسلة من العملات الهدائية لأن الوضع ما بيرتبطش حتى بمصر فقط ولكن بالوضع الإقليمي كله كلما تأزم الموقف في ليبيا وساعدت مصر القوات الوطنية الليبية تحدث عندنا حوادث إرهابية لأن أهل الشر اللي بيحركوا هذه القوات مرتبطين بمصالح إقليمية كبرى كلما ساعدنا دولة عربية في السودان أو في ليبيا أو أهالينا في غزة تحدث حوادث إرهابية في سيناء وتصدى لها أبطالنا من رجال القوات المسالحة والشرطة ومواكبة لإحتفالات الحرب العاشر من رمضان نتوقع قيامهم بأعمال عدائية لتشكيك المواطنين في قدرات قوات المسالحة ولكن قوات المسالحة والشرطة وأهالي المنطقة قادرين على رضع كل هذه العدائيات والوصول إليهم قبل ضلوهم بارتكاب أي أعمال عدائية ضدنا سيد دلواء الصعوبة التي تنطوي عليها مثل هذه العمليات سواء من حيث تضاريس المنطقة أو الاستراتيجيات التي تتبعها الجماعات الإرهابية شو حضرتك مساحة سيناء حوالي 60 ألف كيلو متر مربع يعني قد مساحة إسرائيل ثلاث مرات قد مساحة عدة دول عربية مجتمعة والناس بتتساءل لماذا لم تنجح أو لماذا لم تؤتي سمرها الخطة الشاملة سيناء 2018 المناطق وعرة وجبلية ومليئة بالأوكار والعشش والكهوف وكثيرة جدا رجالتنا ليل ونهار بيبحثوا عنهم وحرب العصابات جير حروب الجيوش الميدانية في حروب الجيوش الميدانية الحمد لله الجيش المصري في سنة 73 في مثل هذا اليوم في العشر من رمضان عمل عمل عسكري كبير يدرس في الأكاديمات العسكرية حتى الآن نعم إنما حروب العصابات هذه أن يباغتك أن يباغتك إرهابي يعد عليك الصبح يسلم عليك ويشد على أديك وبالليل في جنح الظلام يتجمع أكثر من 20-30 إرهابي على موقع في 5-6 من أبطالنا يحاولوا النيل منهم وتصدوا لهم أبطالنا واحدثوا فيهم خسائر هي دي اللي مطولة العملية شوية لكن الحمد لله برضو العملية سينة 2018 أنهت على البنية الأساسية للإرهاب اللي كان موجود والعدائيات المحتملة لأن ضربت أوقار كديدة جدا لأسلحة والزخائر ومحطات اتصالات ومستشفيات ميدانية وبنية كبيرة جدا جدا اشتركوا في القناة